موسيقى موسيقى سببونا لأننا اعتبروا أننا ماشي من حقنا أننا نتعاملوا مع الصفارة وهم لم يعرفوا أن دول عظمى حركات احتجاجية التي استعملت الصفارة من أجل دق نقص الخطر من أجل تصفير من أجل رفض سلوكات ولا أفعال التي قموا بالآخرين كذلك النساء في عدة مسيرات عالمية كانوا يخرجوا بالصفارات كانوا مثلا في اللاحات التي تناضلوا من أجل الحق في الضمان الاجتماعي الحق في الحق الحق من الحقوق الأساسية التي ضمنها لها الاتفاقيات الحقوقية التي تناضلوا بالصفارات كذلك لم يروا أن النساء الذين يخرجوا الشارع بشكل آخر من الاحتجاج هو العري الذين يخرجوا مثلا في فرنسا وذين يخرجوا في بلجيكا إلى آخره صفارة هي أسلوب بسيط جدا الذي يخصون منه يأخذ بعيد الاعتبار وهذه الصفارة هي فقط نقص خطر من أجل توقيف واحد الممارسات شادة في المجتمع هو التحرش الجنسي كفى من التحرش بركة ستوب المواقع التواصل الاجتماعية كان فيها المؤيد كان فيها المعارض كان فيها السخر والسخرية كانت حاضرة بشكل كبير للأسف لأن يمكن أن نعتبروا أن هناك واحد الناس داخل المواقع التواصل الاجتماعية كانت تحاول قاوموا أي شكل من أشكال تغيير أي شكل من أشكال رفض ممارسات شادة داخل المجتمع لأنه ما تعتبروش أن هذه المبادرة هي مبادرة تدخل في إطار تغيير سلوك دي الواحد الإنسان التي تقوم بواحد الفعل شانيع لأن داروا نوكات داروا صور حاولوا يأخذوا بعض تشهير ببعض صور دي النساء اللي داروا صفارات وبدوتي فيهم سبوا الشتم بدوتي يخرجوا تديروا بعض الوجوه دي بعض الفنانة اللي تهمتي تتكلموا على السخرية سخرية الفعل دي السفرة وهذا سنعتبروه سلوك غير حضاري سلوك يرفض تغيير سلوك اللي ما تعتبرش أن المرأة هي إنسان كامل دائما تعتبرها جسد بعض الناس اللي تعتبر أن الأسلوب دي السفرة هو أسلوب ميع أنه أسلوب اللي وقيح أنه أسلوب اللي ما تيرقاش للمستوى دي النضالة الحركة النسائية وهذا خطأ أم أنهم تتعاملوا معهم أن السفرة هي واش الهادو للهادو ونحن ضد أي متحرش كما كان نوعه خليجي سعودي مغريبي ألماني أفريقي نحن ضد التحرش بأي واحد يمارسوا كما كان اللون دياله كما كان الدين دياله وكما كان الجنسية دياله